الفنان شريف الدسوئي. الفنان شريف الدسوئي مشهور بسبعة بعض. فنان جديد بقاله تقريبا سنتين ثلاثة بيشتغل في الدراما. لكن هو لما قعدنا نقرأ عنه. الإنان هو بيحاول يعيني بقاله سنين. بقاله كتير جدا. يمكن بيحاول بقاله 20 و 30 سنة أنه يطلع قدام الشاشة. وطلع في العمر ده أو في السن ده يمكن 60 سنة أو ما يقرب لذلك. والناس مبهرت بيه والناس حبتوا. كلنا الحقيقة استمتعنا بالفن الجميل الذي يقدمه فنان كوميديان جميل. والحقيقة مصر ولادة دايما عندها فنانين كوميديين. يعني حاجة عظيمة يعني. المهم وسط هذه الكوميديا التي يقدمها. شاهدنا أخبار مش لطيفة أو أخبار تراجد. يعني حاجات كده مش لطيفة يعني. اللي هو كانت خانق في فيلم أو حاجة كده مع المنتج. عشان أجره وعشان حاجات كده. فزعل. زعل شديد جدا يعني. وابتدى يعبر عن استياء وابتدى يعبر عن زعل. وطلع يمكن في برامج تلفزيونية. الزعل ده وصله أنه يتعب شديد جدا جدا جدا. والسكر يعلى بشكل كبير. مبارح للأسف تم استقصال قدمه. فطبعا حاجة صعبة جدا على أي إنسان أنه يمر بيها. وخاصة القصة دي قصة يعني عجيبة جدا. يعني واحد بعد العمر ده كله بيحاول يطلع قدام الشاشة. عشان يبين أن هو موهوب يوم ما يطلع والناس تحبه وتتفرج عليه. يعني يحصل اللي حصل يعني. الحياة شفنا دعم كبير جدا من الناس كتير جدا على السوشيال ميديا. الناس بيدعموه بيقولوا له قريب ترجع وإن شاء الله تبقى كويس. وإن شاء الله تكمل فنك. وإن شاء الله نشوفك تاني على الشاشة رغم اللي حصل. لكن طبعا الوجع كبير جدا. والوجع يعني صعب على أي إنسان يستحمله. وشفنا مبارح لفتة إنسانية جميلة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنه اهتم بالفنان الشريف السوقي بشكل شخصي. وأمر وزارة الصحة أنه يعالج فيه المستشفيات التابعة للدولة. على نفقة الدولة. ويتم تركيب طرف صناعي له. وكل حاجة حلوة تتعامل للفنان شريف الدسوي. الحقيقة هي مصر. وهي جدعانة المصريين. أول جدعانة سيادة الرئيس. الرئيس الجدعي. اللي ممكن في وسط مشاغل. وسط سد النهضة والموضوع في ليبيا. والقضاء الفلسطيني. حاجات كبيرة دي اللي بنوجع دماغ حضراتكم فيها في الصحافة. يهتم بإنسان مصري أو فنان مصري لسا مبتدئ. ويشاركوا اللحظات الصعبة. أو عندما إنسان يمر بهذه التجربة. يشعر أن مصر مشاركة بهذا القدر. شكرا لرئيس السيسي. شكرا لكل حد دعم هذا الفنان الحقيقي. أنا شفت دعم كبير جدا. لكن أنا عندي أمنية. أتمنى أنها تحصل يعني. ما يبقاش الدعم على السوشيال ميديا. إذا كان أنا مثلا واحد عادي أدعمك على السوشيال ميديا. وأقول لك ربنا معك فنان. لكن الناس اللي شغالين في الفن. السادة المنتجين. السادة الفنانين الكبار. اللي هم بيقدروا يختاروا الفنانين اللي اشتغلوا معاهم. ما تسيبهوش. يعني أسوأ حاجة أن حد يشعر أن أكل عيشه تقطع بسبب مشكلة ما في رجله أو في مشكلة صحية أو 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 أو. فزي ما بتدعمه نفسيا على الصفحات. لا هتوشغلوا. أنت عارفين أني ممكن حاجات كثيرة تتعامل. ممكن في التصوير أمور كثيرة تتعامل. حتى لو عنده أطراف صناعية. بتبين أنه ما عندهوش أطراف صناعية. حتى لو حتى لو. فأرجوكم أعتقد أن هذا هيبقى الاهتمام الأكبر. أن أنت تجيبه وتشغله. تجيبه وتشغله. خاصة أنه إنسان لطيف. والناس بتحب تتفرج عليه. ولما بيطلع على الشاشة. ليه طلع. وراجل كوميديان كده. ولطيف وجميل. ألف سلام عليك. أستاذ شريف. وربنا يا رب يشفيك. ويشفي يا رب كل مريض. وشكرا لكل حد اهتم من أول رئيس الجمهورية. لحد أصغر حد اهتم أنه يدعم هذا الفنان بشكل معنوي. لأن المعنويات مهمة جدا جدا. وبنتمنى نشوفك دايما على الشاشة. هذا أول موضوع.